السلام عليكم ورحمة الله برحب بالجميع في كل مكان اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات كوليكشن اه النهاردة زي ما احنا شايفين مع بعض هننفذ ديزاين جميل جدا لجرسي او بلوفر اه بكم رجلين اه اه بكم بسيط كده على الاكتاف وبغرزة جديدة اسمها غرزة الشوكة الحقيقة غرزة قيمة جدا وبتنفع حريمي ورجالي اه يلا نشوف خطوات اه البلوفر او جرسي معرق الادوات اللي هستخدمها النهاردة في عمل البلوفر اه طبعا هحتاج للخيوط الصوف اه اي الوان بتحبيها والخيوط المتاحة عندك اه هستخدم اه دابابيس او ماركرز عشان اعلم اثناء الشغل بتاعي اه مقص وابرة كوريشي والابرة بتاعتي النهاردة رقم 5 مليميتر اه هحتاج لابرة التنظيف عشان افنش الشغل بتاعي اه البلوفر اللي هنفذه النهاردة مناسب من سن 8 ل 9 سنوات اه وبالتقريب هستخدم ما يعادل من 450 ل 500 جرام من الخيط الصوف اه يلا نشوف مع بعض اه اول خطوات البلوفر قبل ما نبتدي اول خطوات الجرسي مع بعض اه شوفي معي المقاسات اللي لازم تغذيها في بداية الشغل بتاعك اول مقاس معي هو مقاس محيط الارداف اه مقسوم على اثنين اه اما المقاس التاني هو مقاس طول الجرسي او البلوفر اه وده بيتاخد من منطقة اسفل الحزام وحتى تحت الباط اه وطبعا ده اختياري حسب طول البلوفر او الجرسي زي ما تحبي اه اما المقاس التالت فهو مقاس منطقة الكرساج او منطقة الصدر وده بيتاخد من تحت الباط وحتى الاكتاف فوق اه المقاس ده بنزود عليه تلاتة سنتي ازا كنا بنعمل مقاس صغير وتقريبا خمسة سنتي اه للمقاسات الكبيرة اه اما اخر مقاس معاية هو مقاس محيط دوران اه الرقبة وطبعا دوت بيفضل يتاخد اوسع من المقاس المزبوط اه اه المحيط دوران الرقبة هو المكان اللي بنلبس منه اه الشغل بتاعنا وبالتالي مش لازم يكون مخنوق او مزبوط على الرقبة فبناخده اوسع شوية اه دي كانت المقاسات اللي لازم ناخدها في بداية الشغل اه يلا نشوف مع بعض اول خطواتنا هتكون زي اه اول خطوات البلوفر مع بعض ده حابة اوريك بشكل عملي اه اول حاجة هنشتغلها اه هي عبارة عن القطعة دي اه بتعبر عن قمر اللي موجود في البلوفر اه وهنا بيجي اول اه مقاس خدناه او دور اول مقاس خدناه وهو مقاس محيط الارداف اللي اسمناه على اثنين فازن اه اه هبتجي اشتغل القطعة القمر ديت اه على مقاس نص محيط دوران اه الارداف لان البلوفر هيبقى جزء امامي وجزء خلفي فاذن لو تلع عندي محيط الدوران الارداف ده تمانين يبقى اربعين اه لو تلع اه ستين يبقى ثلاثين وهكذا اه فانا هبتجي دلوقتي اشتغل القطعة دي وهنشوف مع بعض ازاي الخطوة معي من خطوات البلوفر هبتجي بعمل اتنشر سلسلة اه ابتدي الاول بعقدة البداية اخد واحد اتنين بالشكل ده اسحب الخيط بتاعي بقى عندي عقدة على الابرة هبتجي اشتغل اتنشر سلسلة واحد اتنشر سلسلة زي ما احنا شايفين مع بعض اه بعد ما اشتغلت اللي اتنشر سلسلة هبتدي دلوقتي ارتفع اه تلات سلسل واحد اتنين تلاتة التلات سلسل اللي اشتغلتهم دلوقتي هرجع اتجاوزهم وفي رابع سلسلة اللي هي اول سلسلة بالنسبالي في اللي اتنشر هبتدي اشتغل برزة عمود بلف الف الخيط بتاعي وادخل اه في رابع سلسلة اشتغل برزة عمود بلف اخرج من حلقتين وبعدين من حلقتين اه في اللي بعدها سلسلة اللي بعدها هشتغل برضو غرزة عمود بلف وعلى مدار السطر كله كل غرزة هتقابلني من على السطر من الاتناشر سلسلة هشتغل جواها اه غرزة عمود بلفة لحد نهاية السطر اتغلت اتناشر غرزة عمود بلفة زي ما احنا شايفين في الاتناشر سلسلة بالاضافة الى الارتفاع يبقى انا عندي اجمالي اه اول سطر تلاتاشر غرزة تلاتاشر غرزة عمود بلفة هبتدي دلوقتي التاني سطر ارتفع اه تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة هدور الشغل بتاعي وهبتدي اشتغل اه كمان غرزة عمود في لفة لكن في الباكلوب او في الغرزة الخلفية يعني مش المفروض ان انا بدخل هنا كده بشكل طبيعي لا هدخل بس في الغرزة الخلفية اقلب السلسلة بتاعتي كده زي ما احنا شايفين هبتدي اشتغل في الغرزة الخلفية غرز عمود بلفة واحنا كنا اشتغلنا قريدي الغرزة ديت بس بغرز الحشو اه في حلقة الاسكارف الفيونكا اللي عملناه مع بعض اه المرة دي هنشتغلها علشان تديني اه بروز اه واحنا شغالين اه لكن بالعوامين دلوقتي اول ارتفاع ده هعتبره بالنسبة اول عمود اه وفي السلسلة اللي بعد كده او في العمود اللي بعد كده هبتدي اشتغل في الباكلوب او اه في الغرزة الخلفية كمان غرزة عمود بلف زي ما احنا شايفين كده بقلب الغرزة وباخد بس الجزء الخلفي منها ادخل اشتغل في اه عمود بلف زي كده. الف تاني واللي بعدها بنفس الطريقة في الباكلوب او في الغرزة الخلفية اشتغل غرز عمود بلف. وعلى مدار السطر هشتغل بنفس الطريقة في الباكلوب او في الغرزة الخلفية للعوامين. بتاعي بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين مع بعض اه اشتغلت في الغرزة الخلفية فظهر عندي جزء بارز ما بين السطور بالشكل ده. وهو ده اللي انا عايزاه. فهبتدي ارتفع للسطر التالت. وكل اللي انا هعمله هدور الشغل بتاعي. وابتدي اشتغل بنفس الطريقة في الباكلوب. اه اشتغل غرز عمود بلفة في كل اه سلسلة او فوق كل عمود هيقابل. اه ما احنا شايفين مع بعض كده اه انا ارتفعت بنفس الغرزة اه اللي هي اه غرز العمود بلفة في الغرز الخلفية للعمود. اه لحد ما وصلت بالقطعة اه 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 مقاس اتنين وتلاتين سانتي. لان محيط الارداف اللي عيندي للمقاس اللي انا بعمله اربعة وستين ومقصومة على اتنين. يبقى انا وصلت لتنين وتلاتين سانتي. وقفت الحد كده ومش حاب ازود او ارتفع بالسطور من جديد. ده ما احنا شايفين كده الغرزة اه تلعد شكلها بالمنظر ده الغرزة دي حلوة جدا وبتبقى مناسبة للقمر زي كده لو بنعمل أو أوبن جاكت أو بلوزة وكمان مناسبة للأساور أو الكولة إذا بنعمل إسويرة لحاجة بنشتغلها وكمان لمنطقة الرقبة في الهاي كول دلوقتي أنا وصلت للمقاس اللي أنا محتاجة ومش حابة أزود تاني هبتدي أنهي الجزء دوت وأخذ سلسلة تأمين وأبتدي أسحب الخيط بتاعي وقصه بالشكل ونبتدي نشوف الغرز اللي هنبني بيها البلوفر الغرزة اللي هنشتغل بيها البلوفر النهار ده هي غرزة جديدة ما اشتغلناش بيها قبل كده على القناة غرزة اسمها الشوكة أو الزتونة هي فعلا أشبه بالشوكة زي ما احنا شايفين كده الحياة إن هي غرزة جميلة جدا زي ما احنا شايفين وبتبقى مناسبة قوي سواء للبلوفرات أو للأوبن جاكت نشوف مع بعض دلوقتي هنعملها دي قطعة القمر اللي احنا شتغلناها مع بعض هبتدي دلوقتي أوصل الخيط في زاوية من زاوية القطعة بالشكل اللي احنا هنشوفه مع بعض بالشكل ده أسحب الخيط بتاعي عشان أبتدي أشتغل سطر الغرز للسطر اللي انا هطلعه ده هبتدي أرتفع تلت سلاسل والتلت سلاسل دول هاعتبرهم أول عمود بنسبالي زي ما احنا شايفين هتلاقي بس في أول سطر هتقابلي إن الغرز مش مظبوطة لإننا طبعا إحنا كنا شغالين القمر بالشكل ده ودلوقتي هنشتغل على عرضه لكن علشان ما تلغبطيش نفسك وتعرفي تحط الغرز فين فأول صف بالشكل دوت هبتدي أشتغل كمان عمود في الفراغ اللي جنب العمود اللي اشتغلته أو الارتفاع اللي اشتغلته يبقى بعد الارتفاع دوت هبتدي ألف الإبرة بتاعتي واخد كمان عمود على نفس الفراغ اللي موجود جنب الارتفاع بالشكل ده كده أصبح السطر الأولاني بتاعي عبارة عن عمودين اللي هو الارتفاع وعمود بعد ما عملت العمود الثاني بالشكل ده هبتدي أقفل عليه بسلسلة وأروح على الصف الثاني على القمر في منتصف الصف هبتدي أعمل غرزة الشوكة وغرزة الشوكة عبارة عن 3 أعمدة نقصة بالشكل اللي هنشوفه مع بعض ألف الإبرة بتاعتي وأدخل في منتصف أخد الخيط بتاعي كإني هعمل عمود بلفة وأخرج من على حلقتين بس وأسيب الحلقتين التانيين على الإبرة وبعدين للمرة التانية ألف الإبرة بتاعتي وفي نفس المكان هدخل أخد عمود أطلع من على حلقتين وأسيب الباقي على الإبرة وبعدين لتالت مرة هعمل نفس الحاجة أخش في نفس المكان أرفع الإبرة بتاعتي أو أرفع الخيط بتاعي بالشكل ده عشان أدي لنفسي مساحة أو براه وبعدين أخد حلقتين بس وده تالت عمود نقص عملته في نفس المكان دلوقتي بقى عندي أربع حلقات على الإبرة هبتدي أخد الخيط وأخرج منهم كلهم واقفل على الكلام ده كله بسلسلتين هنكرر تاني هبتدي بقى أشتغل في الصف الثالث من على القمر إحنا كنا اشتغلنا في أول الصف عمودين لكن العمودين دول هيصحبوني أو يعني طول القطعة على حروف البلوفر يعني أول السطر عمودين وآخر سطر عمودين لكن بعد كده هنشتغل شوكة وعمود شوكة وعمود السطرين العمودين بس هيكونوا في الأول وفي الأخر هبتدي بعد ما عملت الشوكة كده في منتصف الصف اللي بعد كده في القمر هبتدي أشتغل غرزة عمود عادية خالص عمود بلفة واقفل عليه بسلسلة وبعدين في الصف اللي بعده في منتصف الصف هبتدي أشتغل غرزة شوكة ألف الإبرة بتاعتي وادخل في المنتصف أخذ الخيد بتاعي أعمل عمود ناقص أخذ حلقتين واسيب حلقتين وبعدين أدخل للمرة التانية أسحب الخيد بتاعي الفوق كده واخذ حلقتين وكمان مرة يبقى ده تالت عمود ناقص هاخد منه حلقتين اتبقى أربع حلقات على الإبرة هبتدي أخرج منهم كلهم واقفل عليهم بسلسلتين بعد كده أقرر في نصف الصف اللي بعد كده هبتدي أشتغل عمود بلفة عادي جدا حلقتين في حلقتين واقفل عليه بسلسلة وبعدين في الصف اللي بعد كده في منتصفه هشتغل غرزة شوكة ألف الخيد واطلع به اخد حلقتين واسيب الباقي على الإبرة وفي نفس المكان هخش اخد كمان عمود ناقص حلقتين والباقي على الإبرة والتالت مرة حلقتين وأربع أربع حلقات على الإبرة هبتدي أخرج بينهم كلهم واقفل عليهم بسلسلتين زي ما احنا شايفين مع بعض كده السطر كله همشي غرزة شوكة وغرزة عمود بعد العمود منساش أني بعمل سلسلة وبعد الشوكة بعمل سلسلتين وصلت على نهاية الصف زي ما احنا شايفين وآخر غرزة شوكة هشتغلها معايا صفين بقيين اهو آخر حاجة اشتغلتها عمود وسلسلة هبتدي أشتغل غرزة الشوكة ألف الإبرة وادخل اخد الخيد هطلع منه من على حلقتين وللمرة التانية حلقتين والباقي معايا للمرة التالتة حلقتين والباقي معايا أربع حلقات هخرج منهم كلهم واقفل عليهم بسلسلتين وآخر الصف بتاعي زي ما احنا قلنا هايبقى معايا عمودين مش عمود واحد في بداية وآخر البلوفر فهبتدي دلوقتي أشتغل عمودين هلف الإبرة بتاعتي وأشتغل عمود في أول الصف بالشكل ده وبرضو ما نساش السلسلة وفي نفس الوقت أشتغل على حرف العمود العمود بالشكل ده واخد السلسلة بتاعتي يبقى أنا عندي آآ في نهاية البلوفر وفي أوله فيه عمودين وباقي الصف كله عبارة عن آآ آآ غرزة عمود سلسلة كرزة شوكا سلسلتين هبتدي دلوقتي للسطر الجديد ارتفع سلسلة واحدة وأدور الشغل بتاعي بعد ما دورت الشغل بتاعي بالشكل ده هبتدي في نفس المكان اللي أنا وقف فيه على العمود اللي أنا وقف عليه هبتدي أشتغل غرزة حشو أدخل جوه الغرزة أشتغل غرزة حشو بالشكل ده وبعدين أخد سلسلتين وبعدين أروح على العمود اللي بعده على طول أشتغل برضو غرزة حشو أدخل من جر أي لفة بالشكل ده أخد غرزة حشو سلسلتين وبعدين في غرزة الشوكا زي ما احنا شايفين كده في نهاية غرزة الشوكا فيه فراغ فوق منها هو بالشكل ده هبتدي أخد فيه غرزة حشو وسلسلتين وبعدين على العمود اللي بعده أروح أشتغل فوقه على طول غرزة حشو وسلسلتين وأروح على غرزة الشوكا في نفس الفراغ اللي قلت لكم عليه في نهاية الغرزة زي كده فيه فراغ فوقه هبتدي أدخل جوه أشتغل غرزة حشو يبقى إذن الصف ده كله هشتغل غرز حشو وسلسلتين زي ما احنا شايفين كده جوه فوق العمود هبتدي أدخل أشتغل غرزة حشو وما نسيش سلسلتين واروح على غرزة الشوكا في الفراغ اللي في النهاية هنا هبتدي أشتغل فيه غرزة حشو سلسلتين وهكذا لحد نهاية الصف بتاعي أصلت على نهاية الصف بتاعي زي كده واشتغلت فوق غرزة الشوكا غرزة حشو سلسلتين وهبتدي دلوقتي عندي في آخر الصف العمودين اللي هما في نهاية البلوفر هبتدي أدخل جوه العمود اخد غرزة الحشو بتاعتي وبرده سلسلتين وفي غرزة العمود الاخيرة نفس الكلام هدخل في الارتفاع ده او في العمود اشتغل غرزة حشو لكن هرتفع ثلاث سلاسل للسطر الجديد بالشكل ده كده السطور اللي جاية سهلة جدا لاني هبتدي اقرر نفس الحاجة هبتدي اقرر صف من صف العواميد والشوك دي وصف من غرزة الحشو وسلسلتين اللي انا بنتهم هنا زي ما احنا شايفين كده هبتدي دلوقتي اشتغل عليهم هنا الارتفاع ده انا هعتبره اول عمود بالنسبالي وهقفل عليه بسلسلة بعد كده هروح على غرزة الحشو اللي انا بنتها فوق العمود زي ما احنا شايفين كده غرزة الحشو هبتدي اشتغل فيها عمود بلفة ليه هشتغل فيها عمود بلفة لان تحتها عمود بلفة زي ما احنا شايفين كده بعد ما عملت العمود ارجع اقفل عليه بسلسلة يبقى انا بقرر نفس السطر الاول اللي اشتغلته عمود سلسلة شوك سلسلتين اروح على غرزة الحشو اللي بعد كده غرزة الحشو دي مبنية تحتها ايه تحتها شوك احط فيها شوك ادخل جوه غرزة الحشو بالشكل ده اشتغل غرزة شوك اتنين اتنين واخر واحد تنقص بالشكل ده كده اقفل عليهم وسلسلتين يبقى انا هشتغل في غرزة الحشو اللي بنتها لكن غرزة الحشو اللي مبنية على عمود اعمل فيها عمود وغرزة الحشو اللي مبنية على شوك اعمل فيها شوك لحد اخر السطر قربت على نهاية الصف بتاعي زي ما احنا شايفين كده اخر حاجة اشتغلتها عمود سلسلة هبتدي اروح لغرزة الحشو اللي بعد كده مبنية على شوكة فهشتغل جواها شوكة بالشكل ده وبعدين اخر حاجة معي عد صف عمودين هروح اشتغل اه بعد السلسلتين هشتغل عمود سلسلة واخر حاجة معي كمان عمود هشتغل جواه او او الغرزة اللي فوقي هشتغلها عمود سلسلة بعد كده نهاية الصف بتاعي بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض هبتدي اه ارتفع سلسلة واحدة ولف الشغل بتاعي علشان ابتدي اشتغل اه سطر غرز الحشو من جديد اللي انا هبني عليه اه الغرز بتاعتي اه اللي انا لسه عاملها دلوقت اه دلوقتي من نفس المكان هنا هوات هبتدي ادخل في المكان اللي انا فيه اخد غرزة حشو بالشكل ده و بعدين سلسلتين اروح على عمود اشتغل غرزة حشو بعدين سلسلتين اه في غرزة الشوكة الى في نهاية غرزة الشوكة اشتغل غرزة حشو سلسلتين وهكذا فوق العمود. غرزة حشو سلسلتين. والفراغ اللي في نهاية الشوكة. غرزة حشو سلسلتين. لحد نهاية الصف بتاعي. وبعدين هرجع اشتغل بنفس الطريقة ارتفع ثلاث عواميد. واشتغل الصف اللي هو صف العواميد والشوك من جديد. غرزة الحشو اللي تحتها عمود ابني فيها عمود. وغرزة الحشو اللي تحتها شوكة ابني فيها شوكة. وهكذا ارتفع بالقطعة بتاعتي بنفس الطريقة. اه وهنا يجي دور اه المقاس التاني اللي احنا اخدناه. يبقى المقاس الاول اللي اخدناه كان مقاس محيد الدوران والارداف مقسومة على اثنين. اما المقاس التاني فهيبقى من من اسفل منطقة الحزام. اه يعني حسب طول الشخص اللي بتعمليله البلوفر. والحد منطقة تحت الباط. يبقى انا هرتفع بنفس الطريقة دي او بالسطرين دول لحد اه منطقة الباط. ونرجع نشوف مع بعض اه ازاي هنعمل حردة الباط لحد منطقة. زي ما احنا شايفين مع بعض كده انا ارتفعت بالسطور اه لحد المقاس المناسب بالنسبالي. انا عندي المقاس من منطقة اسفل الحزام للطول اللي انا عايزاه. والحد منطقة الباط اثنين وثلاثين سنتي فاز انا ارتفعت بالقطعة دي كلها اه لحد ما وصلت الاثنين وثلاثين سنتي. ووقفت. اه دلوقتي اه 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 هبتدي ان انا اه اا امن الشغل بتاعي بالشكل ده واقطع الخيس. نهيت القطعة بتاعتي بالشكل دوت. اه دلوقتي اه اه دور المقاس الثالث بتاعي. والمقاس الثالث كان من 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 منطقة حردة الباط وحتى منطقة الكتف فوق. علشان ناخد مقاس حردة الباط هنبتدي من على اول سطر نفوت العمودين اللي معي على اول سطر وغرزة واحدة من الشوكة والعمود اللي بعد الشوكة على طول هحط فيه علامة بالشكل ده كده. وهاجي في الجزء الثاني اقرر نفسي الحاجة اسيب العمودين وغرزة الشوكة والعمود اللي بعد كده هاخد فيه علامة. المقاس اللي انا عملته دوت من اي سن صغير هتعمليه وحتى 15 سنة 15-16 سنة بعد كده صيزات اكبر من كده هتعملي هتعملي انك هتزودي شوكة من الناحية دي يعني بدل ما سيبنا عمودين شوكة وهنشتغل في العمود ده لا هنشتغل في الشوكة وكزالك في الناحية التانية يعني هتزوجي جرزة من كل اتجاه. اه دلوقتي هنبني منطقة اه الكورساج او اه المنطقة اللي هي من من اسفل الباط وحتى اه منطقة الرقبة فوق او الاكتاف. اه نبتدي نوصل الخيط بتاعنا. من مكان المارك هنا هبتدي اشيل المارك اللي موجود. وادخل في العمود اللي كان في المارك. اوصل الخيط بتاعي بالشكل ده. واشتغل عادي جدا. اخر سطر اشتغلته عواميد اه وشوك. هبتدي دلوقتي اشتغل السطر اللي فيه غرز الحشو سلسلتين. فهرتفع سلسلة واحدة. وادور الشغل بتاعي. بالشكل ده. اه في نفس المكان اللي انا فيه او العمود اللي انا واقف عليه. هرجع اشتغل غرزة الحشو. وسلسلتين. وبعدين في غرزة الشوكة. في نهاية غرزة الشوكة. هشتغل غرزة الحشو بتاعتي. وبعدين سلسلتين. فوق العمود. غرزة حشو. سلسلتين. وهكزا زي ما كنت شغلة بالزبط من بداية الشغل بتاعي. لحد ما وصل للماركت. وصلت لنهاية السطر اوه بمعنى اصاح لحد الماركت التاني. اللي في حرضة البوتل هي في الجهة التانية. هبتدي دلوقتي اشيل العلامة بتاعتي دي. وفي العمود اللي انا اه شلت منه العلامة هبتدي اشتغل الغرزة بتاعتي اخر حاجة اشتغلتها غرزة حشو. هاخد عليها سلسلتين. واروح اشتغل في العمود. غرزة حشو اخر غرزة بالنسبة لي على السطر ده. بعد كده هرتفع من جديد تلت آآ سلاسل. وهقلب الشغل بتاعي بالشكل ده. بعد ما قلبت الشغل بتاعي كده. ده يعتبر بالنسبة لي اول عمود على السطر. هقفل عليه بالغرزة بتاعته. وبعدين في اول غرزة حشو هتقابلني مبنية على شوكة هعمل فيها شوكة. وكل اللي انا هعمله اني هرتفع آآ زي ما كنت بارتفع بنفس الغرزة. آآ سطر من آآ من جرز الحشو وسطر من جرز العواميد والشوك. آآ لحد آآ اما اوصل آآ بالارتفاع للمقاس آآ اللي انا عايزاه او بمعنى اصاح لحد مقاس الاكتاف اللي انا بعمل. ده بشكل عملي على القطعة التانية زي ما احنا شايفين كده ده المكان اللي كنا احطين في المارك بتاعنا. بالشكل ده. وابتديت ارتفع بالسطور لحد منطقة الاكتاف بالشكل ده بنفس الطريقة وبنفس الغرزة. آآ بس جيت في السطر الاخير او بمعنى صحة قبل السنتي الاخير يعني لو باشتغل المقاس بتاعي من حردة الباط للكيت في خمستاشر سنتي لا اجي عند اربعتاشر سنتي آآ وفي وفي صفة اربعتاشر سنتي ده ابتديت اخد مقاسات حوض الرقبة زي بالزبط ما عملت آآ في مقاسات حردة الباط حطيت العلامات بتاعتي والمارك ويفضل طبعا انها متكونش على مقاس الرقبة بالزبط خصوصا ان احنا آآ هنتلعبها يقول في فضل ان احنا ناخدها اوسع آآ آآ يعني بمقاس اوسع شوية آآ آآ دلوقتي آآ بعد ما حطيت الماركات بتاعتي بدأت اشتغل الصنتي الاخير على باقي السطر بالشكل اللي احنا شايفينه ده بنفس الغرزة آآ والقطع عندي باقت بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض انتهت كده وطبعا هشتغل آآ من القطعة دي قطعتين اللي هم الجزء الامامي والجزء الخلفي آآ للبلوفر آآ آآ بنفس المقاس وبنفس الشكل وبنفس المقاسات اللي اخدتها بالزبط آآ ونبتدي دلوقتي نشوف هنوصل للبلوفر زي قبل ما نوصل البلوفر بتاعنا حابة وريكم ازاي بنتخلص من زوايد الخيط اللي موجودة عندي سواء من وصل الخيط او آآ يعني من دخول الالوان آآ الناس اللي بتشتغل الوان في بعض آآ آآ بن بنبتدي ان احنا نلضم الخيط بتاعنا في قبرة التنجيب بالشكل ده ونمشي بيها جوه الغرز زي ما احنا شايفين كده في خط المستقيم جوه الغرز اخفيها بالشكل ده وقص الزايد بتاع وبنفس الطريقة هعمل آآ باقي الخيوط بتاعتي علشان انضف القطعة بتاعتي قبل ما اوصل آآ البلوفر بتاعي هعط القطعتين بتوعي على الظهر في آآ وش فيه جورز برزة هو ده الوش بتاعي هحط القطعتين بتوعي على الظهر بالشكل ده وهبتدي اول حاجة اوصلها في البلوفر هي منطقة الاكتاف زي ما احنا شايفين دي حاردة البط ودي منطقة الاكتاف آآ هبتدي اوصلها آآ مع بعض بالشكل ده اوصلها ازاي هبتدي اشتغل آآ الترتيب الطبيعي للغرز اللي انا كنت شغليها يعني انا اخر حاجة شغلتها في القطعتين هي صف العواميد والشوك زي ما احنا شايفين كده والمفروض ان انا لو كنت ارتفعت الزيادة كنت ارتفع آآ بسطر اللي في آآ آآ غرزة الحشو سلسلتين فهبتدي دلوقتي اشتغل آآ غرزة الحشو سلسلتين لكن على الجزئين مع بعض يعني هبتدي اوصل الخيط بتاعي بالشكل ده الجزء الامامي والخلفي واسحب الخيط اسحب الخيط بتاعي بالشكل ده وابتدي ارتفع سلسلة واحدة في مكان السلسلة دي العمودين الخلفي والامامي هبتدي اشتغل جوه منهم غرزة الحشو بتاعتي وبعدين سلسلتين اروح على غرزة الشوكة في نهاية غرزة الشوكة لكن المرة دي هاخد اللي في الجزء الامامي واللي في الجزء الخلفي بالشكل ده ابتدي اشتغل غرزة الحشو سلسلتين وبعدين العمود اللي بعد كده برضو العمود الامامي والخلفي بالشكل ده اخد غرزة حشو سلسلتين غرزة الشوكة اللي بعد كده هشتغل فيها غرزة حشو سلسلتين واخر عمود معي على الكتف هاخد العمود الامامي والخلفي بالشكل ده كده واشتغل غرزة حشو وامن الشغل بتاعي هسحب واقص الخيل زي ما احنا شايفين مع بعض انا قفلت الكتف التاني بنفس الطريقة ده ضهره ولو قلبنا الشغل على وشه كده هنلاقي ان الكتف قفل بشكل نظيف جدا واخد نفس شكل الغرز اللي كنا شغالين بيها اه بعد ما قفلت منطقة الاكتاف بالشكل ده هبتدي اشتغل على منطقة الباط علشان اه اطلع بالهاف كول اللي موجود على منطقة القوم اللي موجود اه في الدزاين بتاعنا هنا اه زي ما احنا شايفين دي حاردة الباط الخلفية مع حاردة الباط الامامية بالشكل ده هبتدي دلوقتي اوصل الخيط في الكورنر اللي موجود في حاردة الباط الامامية او الخلفية زي ما تحبي بالشكل ده كده اسحب الخيط بتاعي هواصلت الخيط بتاعي في كورنر الباط بالشكل دوت هبتدي ارتفع ثلاث سلاسل واحد اتنين ثلاثة وهبتزي اشتغل غرز عواميد بلفة على مدار منطقة الباط من الكورنر الخلف للكورنر الامامي زي ما هنشوف مع بعض نلف الخيط بتاعي ونشتغل غرز عادية جدا من غرز العمود بلفة بالشكل ده في كل غرزة هتقابلني اشتغل غرزة عمود بلفة لف الخيط واخد اتنين في اتنين بشكل طبيعي خالص. بالشكل ده كده. وهفضل اشتغل على السطر بتاعي دوت غرز عمود بلفة طبيعية جدا لحد ما اوصل للكورنر اه اللي في الناحية الثاني. زي ما احنا شايفين كده انا اشتغلت من الكورنر للكورنر اه غرزة عمود عادية عمود بلفة. هبتدي دلوقتي بعد ما وصلت للكورنر الثاني اللي في في البوت الخلفي. هردت البوت الخلفية. ابتدي اه اقلب الشغل بتاعي. وامشي على نفس السطر اللي انا مشيته دوت. غرز العمود بلفة. بغرز عمود بلفة تاني. هرتفع ثلاث سلاسل للسطر الجديد. دول بالنسبة لي اول عمود. فاروح للعمود اللي بعده اشتغل غرزة عمود بلفة. وهبتدي اشتغل بنفس الطريقة. فوق كل عمود عمود. وارتفع بالقطعة لحد اه اما اه توصل لمقاس الهوف اه اه قم يعني اللي انا حباه. بالشكل ده كده. اتفعت بالسطور زي ما احنا شايفين بعواميد بلفة لحد المقاس اللي انا عوزاه. زي ما احنا شايفين القطعة عندي بقت بالشكل ده. يبقى تحت البط انا اشتغلت الصفوف العمود بلفة. زي ما احنا شايفين من الكورنر للكورنر في منطقة البط. خلفي وامامي. اه اه بعد اما اوصل للمقاس المناسب اللي انا محتاجاها هبتدي دلوقتي اقص الخيط بتاعي. اسيب بس مساحة من الخيط علشان اعرف اه اه اسبيته جوه الشو بالشكل ده. ودلوقتي هبتدي اه بابرة التنضيف بتاعتي. علشان اقفل الجزء اللي هو في الكورنر بتاعي تحت البط بالشكل ده. هقفله اه بخيط عادية جدا في ابرة التنضيف. هبتدي اه قلضم الخيط بتاعي. هبتدي دلوقتي اخيط الجزء دوت. بس رجع ده زي ما احنا قلنا. اخد اه غرزة خلفية وغرزة امامية بالشكل ده. وابتدي اخيط بشكل اه يعني اه زي دقاري كده. لحد ما اقفل الجزء اه 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 اللي هو ما بين الكورنر وما بين الجزء اللي انا اشتغلته اه بجرزة العمود بلفة. زي ما احنا شايفين كده انا نهيت اه قفل الجزء اه كله بالشكل ده. هبتدي دلوقتي اقمن الخيط بتاعتي. واقص الخيط بتاعي بالشكل ده كده. وبرضو هسيب جزء منه. عشان ادخله في الشغل بتاعي بابرة التنظيف في اخر الشغل. اه وزي ما احنا شايفين هعمل اه بنفس الطريقة الجزء التاني. الناحية التانية. اللي هو كورنر البوت الناحية التانية. هقفله بنفس الطريقة. اه وبعد كده ما يبقاش فضل عندنا الا اننا اه نقفل الاجناب بتاعي. انا اشتغلت منطقة الاكمام بالشكل ده. هبتدي دلوقتي اقلب آآ آآ من المنتصف كده. برضو على دهره. عشان اقفل الجوانب بتاعته. زي ما احنا شايفين كده. بقوم الجزءين على بعض. هبتدي دلوقتي آآ آآ اوصل الخيط بتاعي من منطقة القمر هنا. هاعدل القمر على بعضه بالشكل ده. وهبتدي اوصل الخيط بتاعي. ده ما احنا شايفين كده. وهشتغل آآ على آآ مدار الجنبين مع بعض بالشكل ده. هاخد غرزة امامية وغرزة خلفية بغرزة الحشو. احاول اخد الغرزتين اللقصات بعض بالشكل ده كده. غرزة حشو عادية. هدخل اخد غرزتين. امامية وخلفية. وهفضل كده لحد ما اقفل آآ من اول الجارسي تحت او البلوفر لحد منطقة الباط آآ آآ بفوق. بالشكل ده كده. نهاية تقفيل الجنب بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض. وخدت الكمة معي زي ما احنا شايفين. خلاص اخر جرزة بنسبالي. هبتدي اقام من الشغل بتاعي. واقطع الخيط. وبردو هنضفه بابرة التمذيك. اصبحت الكطعة بتاعتي او الجرسي البلوفر بتاعي اللي انا بعمله بالشكل ده. ادي الاطمام. وآآ افلناه من الجنبين. هبتدي دلوقتي اقلبه على وشه. زي ما احنا شايفين كده آآ الجرسي او البلوفر بقى شكله بالشكل ده. احنانا هنا تقريبا ما بقاش فوضل غير منطقة الرقبة او الهاي كول. ممكن نشتغلها على وش الشغل زي آآ يعني عادي. مش لازم نقلب الشغل تاني. هنبتدي دلوقتي آآ من اي مكان على الرقبة بالشكل ده. اوصل الخيط بتاعي. وعلى مدار الرقبة كلها هلف آآ آآ غرزة عواميد بلف. عشان اعمل كده طبعا هرتفع في البداية ثلاث آآ غرز. وابتدي تبقى ده اول عمود بالنسبة لي. ابتدي في كل غرزة اشتغل غرزة عمود بلف. انا هلف الهاي كول بنفس الغرزة اللي اشتغلتها على الاكمام. زي ما قلتلك آآ الغرزة اللي عملناها آآ آآ تحت في القمر برضو آآ مناسبة جدا لكن انا حابة اشتغل من نفس غرزة العمود بلفة طبيعية خالص. اللي اشتغلت منها كمام الرجلان علشان آآ يعني تبقى آآ آآ القطعة اللي فوق كلها معمولة من شغل وايه. زي ما احنا شايفين كده انا هفضل الالف بغرزة العمود بلفة. بشكل عادي جدا. على مدر الرقبة كول. لنهاية الصف بتاعي زي ما احنا شايفين كده آآ الارتفاع اللي ارتفعته في بداية السطر. هبتدي دلوقتي آآ آآ ادخل آآ في اول غرزة من الارتفاع الثلاثة آآ الثلاثة آآ الثلاثة آآ الثلاثة آآ الثلاثة آآ الثلاثل. اشتغل منزلقة بالشكل ده عشان نقفل السطر بتاعي. وهالتفع ثلاث سلاسل للسطر الجديد. وهاشتغل فوق كل عمود هيقابلني آآ او فوق كل غرزة هتقابلني غرزة عمود بلفة بشكل طبيعي جدا. هلف الابرة بتاعتي واتخل اخد اتنين في اتنين. بنفس الشكل ده هفضل ارتفعه. في نهاية كل سطر هقفل منزلقة وارتفع آآ آآ ثلاث سلاسل وآآ آآ ابتدي سطر جديد لحد ما اوصل لمقاسل هيكون المناسب بالنسبالي آآ آآ لمنطقة الرقبة اللي انا بشتغل. قفعت بسطور الكولة زي ما احنا شايفين كده مش حاب ارتفع تاني ونهيت الشغل بتاعي. آآ طبعا المقاس اللي تحبيه وتفضليه آآ وبتتنيها بالشكل ده. زي ما احنا شايفين آآ البلوفر بتاعي آآ ده شكله النهائي. الحقيقة من احلى القطع اللي ممكن تشتغليها شيء جدا في اللبس. آآ اتمنى تكون حلقة النهاردة عجبتكم آآ ياريت آآ اللي بيتابعني الاول مرة ما ينساش يعمل سابسكرايب او اشتراك عشان يشوف كل جديدي على قناة كوليكشن. واذا كنتم من متابعين القناة آآ ما تنسوش تعملوا شير علشان نوصل اكبر عدد من الاصدقاء. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله بركه.